مرحبا كيفكن أهلا وسهلا من فريق يلا عربي أنا غريس عادة بيقدم البداية للبودكاست بالإنجليزي لأنه نحن لما عملنا البودكاست استهدفنا للأشخاص يلي عم يتعلموا بالعربي وحيني غير ناطقين باللغة بس البودكاست هو بالعربي مش بالإنجليزي ونقدمي بس عم بتكون بالإنجليزي أنا عم بحي الإنجليزي بالمقدمة لحدة يمكن ما بيعرف العربي مية بمية لحتى خذيل دقيقة واحدة يعرف عن الشخص بالحلقة بشكل مختصر فخلينا نبالش Hi and welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station محطة تابور by Yala Arabi Yala Arabi is an educational project and Arabic academy started by an Arabic teacher and an Arabic student We created an original curriculum for learning Levantine Arabic for all levels from zero to advanced and we also offer other dialects and fasha so please don't hesitate to reach out to us if you're interested in taking classes We are always welcoming new students from around the world to take classes online and in person at our locations in Beirut, Damascus, Cairo, Amman, Dubai, Berlin and in the United States More information about classes can be found on our website We're not just about the textbooks though As part of our educational project we are also constantly working on creating materials such as this podcast for learners outside the classroom Each and every episode of this podcast comes with a free PDF transcript and translation These can also be found on our website Yala Arabi.com So thank you for listening to this podcast It really means so much to us and encourages us to keep going So if you would like to join classes or support us through Patreon you can find all of those links along with the link to the transcript of this podcast in the description Yasser al-Admi He is a Syrian actor, writer, and producer He created many popular plays and series through which many new faces of Syrian artistic talents were discovered In 2021, he was awarded a Golden Residency to the United Arab Emirates by Sheikh Mohammed bin Rashid He is considered one of the founders of comedy art in Syria Samer will now speak about his life in detail You'reati Arno Yasser surgery He is a musician and artist and creat He is born in Jesus in 1942 He's an musician andубли Arizona He is known during Dimashqiu He is a musician and embodied He did not have a besondation He was born during który-termination وتخرج منها تزوج من هيام خطاب اخت الممثلة فادية خطاب بعد ما قابلها بمسرحية غربة بالستة وسبعين وجاب منها نوار ويزن انضم لنا قابة الفنانين السوريين بعام الف وتسامية وثمانة وستين وبلش مسيرته الفنية من المسرح اول عمل مسرحي شارك فيه هو مسرحية شيخ المنافقين طبعا المقتبسي من مسرحيه للشعر الانكليزي بن جونسون بالتلاتة وستين بعام الف وتسعمية وستة وستين شارك لجانب عدد من الفنانين السوريين مثل هاني الروماني ومنواصف وهالة شوكت بمسرحية طرطوف من اخراج رفيق الصبان المقتبسي من مسرحيه للمؤلف الفرنسي مولير بالاضافة لمسرحيه تاني بعنوان الخاطبة من اخراج سليم صبري وهي من تأليف ثورتون ويلدر واحد من كتاب المسرح الامريكي بعام الف وتسعمية وثمانا وستين شارك ياسر العظمي بمسرحية التنين من اخراج اسعد فضة وكمان مقتبسي من مسرحيه للمؤلف الروسي يفغيني شفارتس عام 1973 شارك لجانب مجموعة من الفنانين مثل رفيق السباعي هاني الروماني فهدك عيكاتي انطوانيت نجيب سامي الجزائري وغيرهم بمسلسل بريمو بالالف وتسعمية واربعة وسبعين قدم المسرحية الكوميدي السياسية الشهيرة ضيع التشرين من تأليف محمد المغوط واخراج خلدون المالح برفقة ابطال الكوميدي السورية دوريد لحام ونيهاد قلعي دخل ياسر العظمي عالم التلفزيون بالف وتسعمية وسبع وسبعين وشارك بمسلسل الحب والشتاء بالإضافة لمشاركته بمسلسل رحلة المشتاق مع مونة واصف ونادين خوري وعصام عبهجي وسليم كلاس وغيرهم شارك الفنان ناسر بالمسلسل التاريخي الحكاية الثانية من سيرة بني هلال الأميرة الخضراء بالثمانية وسبعين بالألف وتسعمية وثمانين شارك بمسلسلين بصمات على جدار الزمن من إخراج هيسم حقي ومسلسل أبو الخيل مع الممثلين أدهم الملة وفوزي بشارة وهاني الروماني وسحر فوزي بالألف وتسعمية وواحد وتمانين شارك بمسلسل تلفزيون المرح من إخراج هشام شربجي ومسلسل طبول الحرية من إخراج داود شيخاني بنفس العام بدأ ياسر العمل على مشروعه للمسلسل الاجتماعي الكوميدي مرايا مع المخرج الكبير هشام شربجي وكان لياسر الفضل باكتشاف العديد من المواهب الفنية السورية والوجوه الجديدة من خلال المسلسل ظهرت براعة الفنان ياسر العظمي الكوميدي وخبرته الكبيري بالكوميديا بهذا المسلسل المؤلف من 18 جزء واللي استمر بتقديم آخر جزء منه بالألفين وطلتعاش واللي تم تصوير الجزء الأخير منه بالجزائر بسبب الأزمة اللي عصفت بسوريا بعيدا عن مسلسل مرايا شارك ياسر عام 2007 بمسلسل كوميدي اجتماعي اسمه رجل الأحلام من إخراج رشا شربجي أما على صعيد السينما فكان له تجربة وحيدي بفيلم الرجل الأخير فاتني أخبركم أن ياسر العظمي قدم برامج هاتفي بالستينات مثل برنامج أبجد هوز اللي كان يهتم بتصحيح مفردات اللغة العربية واستخدامها بموقعها الصح رجع الفنان ياسر لبلده سوريا بعد ما هدية الأوضاع بعد غياب ست سنين عنا مضاها مع عيلته بمصر والإمارات بعام 2020 أعلن ياسر العظمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن برنامج أسبوعي من تقديمه وإعداده اسمه مع ياسر العظمي وبـ 28 أيار بالـ 2021 أعلن كمان حصوله على الجنسية الإماراتية وكتب أنه شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنح جنسية الإماراتية وبتشكر سمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والأداب والعلوم على هالمكرمي وقال كل التقدير لسموه لمنحوا الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين وتاحت إلن الفرصة لعمل والإقامة بربوع الإمارات حصل ياسر العظمي على تلت جوائز أو تلت جوائز ذهبية بمهرجان القاهرة لتميزوا بأعماله الكومودية وحصل كمان على جوائز تقديرية من نقابة الفنانين وعلى تكريم من مهرجان أبهى للكوميديا الدولي بأول سنة للمهرجان وأخيراً بيعتبر ياسر العظمي أو بيعتبر ياسر العظمي من مؤسسي الفن الكوميدي بسوريا لأنه اختص باللون الكوميدي النقد حصراً ونال شهرة عربية واسعة من خلال السلسلة الكوميديية مرايا وصار من أكثر الكوميديين المحبوبين على مستوى الوطن العربي موسيقى 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 موسيقى